اهلا بيكم فيديو جديد والتوقعات العاطفية لموليد برج الدلو. التوقعات هتكون بشكل عام لكل فئات البرج متزوجين عزبين منفصلين. آآ وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر. آآ كمان ممكن تكون عكسية كل حد بيبقى عارف الوضع بتاعه او الحالة بتاعته ايه. آآ هنقول هبدأ معاكم القراءة لموليد برج الدلو بتطاقة بتاعتك انت في الاول. واهلا وسهلا بيكم. ايه الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو ممكن تكون انت انت على سفر او انت مسافر او انت آآ متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة ثلاثية آآ يعني او عندك حيرة او انت مع شخص آآ عنده علاقة تانية وانت بتفكر في الوقت الحالي او انت في مرحلة اختيار في الوقت الحال. كمان شايفاك ممكن تكون مدي دهرك العلاقة آآ آآ ثلاثية وفي اختيار محدد انت اخترته يعني آآ يعني انت في الوقت الحالي آآ في مرحلة اختيار او انت مع شخص في مرحلة اختيار آآ شايفا انت في شخص منجازب ليه جدا ومستاني ممكن الشخص ده يكون من برج ناري او برج هوائي او ترابي برضو آآ فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده وعايز تحقق معاه انتصار وعايز تحس بتوازن وانت شايف ان الشخص ده ممكن آآ علاقة قدرية او آآ آآ يعني في آآ في تجازب قوي جدا بينك وبين آآ بين الطرف التاني انا شايف انت اللي بتعيش آآ مش عايز اقول حب يعني مش شايفة فيها تفكير فيها حيرة فيها انجزاب لشخص معين فيها آآ رغبة في تحقيق آآ آآ توازن وتحقيق آآ نصر آآ بتواجدك مع الشخص ده وشايفة فيه فرصة يعني فيه فرصة جايلك او فيه عطاء قوي جايلك في آآ في الفترة اللي جاية سواء يخص لاني دي طاقة عامة سواء يخص علاقتك بالشخص ده او آآ يخص حياتك آآ بشكل عامي بور جدا بالنسبة للطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك آآ انا شايفة شريك آآ يعني آآ لي يعني في عرض عنده ليك عرض جديد دي الشخص ده عايز معك استقرار لو انتو موجودين مع بعض فالشخص ده عايز معك استقرار وعايز معك آآ علاقة طويلة المدى يعني آآ لو انتو منفصلين فالشخص ده عايز يجيلك بعرض جديد وعرض فيه عرض حقيقي يعني آآ فيه استقرار آآ هو متردد في الوقت الحالي ممكن يكون متخوف من شيء ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة او هو آآ مستني آآ يرتب خطوات يعني مستني يعمل خطوات آآ وده هو شايف ان هو هياخد منه وقت لكن ما ينفعش آآ ياخد خطوة غير لما آآ يعمل الحاجة دي لان هو عايز العرض بيقدمه يكون عرض حقيقي آآ بشكل كبير آآ كتير من النقوة هتكونوا في علاقة ثلاثية آآ وفي مرحلة اختيار لان انت عندك في الطاقة بتاعتك وهو في الطاقة بتاعته ففي علاقة ثلاثية وفي مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي آآ لو انت آآ آآ شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية فهو مختارك انت او العلاقة الثلاثية دي آآ انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي انا شايفها بتنهار في الوقت الحالي والشخص ده عنده مشاعر حبي لك قوية جدا وفي طريقه لان هو يزيل عوائق موجودة في العلاقة وعاوز يبدأ معك بداية جديدة يا برج الدلو ففيه اختيار بيتم في الوقت الحالي وانت منتظر كمان اختيار يتم واختيار يكون فيه انتصار ليك ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني او يحقق توازن في حياتك عموما يعني فدي الطاقة بتاعتك انت والطاقة بتاعته هو الابراج واو الطاقات اللي موجودة في القراءة انا شايفة برج الاسد الجوزاء العقرب الحمل الجوزاء تاني الميزان العزراء برج الثور الحوت القوس دي الابراج اللي موجودة الطاقات موجودة كل الطاقات طيب نروح للمشاعر الشخص ده مشاعره في الوقت الحالي الشخص ده ممكن يكون تعبان في الوقت الحالي ممكن يكون مريض ممكن يكون عنده مشاكل وبيعاني كمان من مشاكل من الماضي كمان ممكن يكون في عنده يعني حاجة تعبية يعني ممكن يكون هو يعني مريض في الوقت الحالي مرض عضوي او جسدي وكمان ممكن يكون متألم نفسيا بشكل كبير كمان عنده افكار كتير اوي الشخص ده بتتعبه بالذات في الليل يعني ممكن في غير كده بيعيش حياته بشكل عادي لكن عنده افكار بتتعبه جدا بالليل تخص الماضي تخص علاقته بيك تخص الطفولة بتاعته ممكن تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان يعني كان بتحصل حصل له ازمات كتير كان ممكن حد كمان بيعامله معاملة سيئة والمعاملة دي سيئة في طفولته او في الماضي والمعاملة دي اثرت على الشخص ده او على افكاره كتير بيفتكر كده عنده شايفة في عنده عدم توازن في الوقت الحالي محتار بين حاجتين ممكن بينك وبين شخص تاني او بينك وبين حاجة تانية او عنده مشكلة في الامويل في الوقت الحالي يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بازمة مالية او عنده مشاكل في الشغل يعني ممكن يكون في الشغل آآ بيمر بمشاكل او ما بين ان يرجع او ما يرجعش او بينك وبين طرف تاني كل حد طبعا عارف الحالة بتاعته لو انت عارف ان هو ما عندوش طرف تاني يبقى ما عندوش طرف تاني انا مش بقول مش جاي عرفك هو عنده او ما عندوش آآ انا بقول لك حالة الشخص وانت عارف لان القراءة هنا عامة فانا مقدرش اجزم بان فيه او مفيش فكل حد بياخد بالشكل المناسب لي يعني مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر حب مشاعر بيشوفك انت الام آآ سواء انت راجل او ست اللي بيسمعني فعندو مشاعر انك انت شخص انت اللي بيقدر تحتويه آآ انت شخص آآ عندك حنان لي آآ عندك آآ يعني عطاء كمان آآ فهو بيحس معيك احاسيس قوية جدا ممكن آآ لو انت ست اللي بتسمعيني فممكن انت بالنسبة للشخص ده آآ آآ ام ولاده آآ انت مصدر عطاء آآ خير بركة وفرة آآ عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك لو انت راجل برضو اللي تسمعني من آآ من برجة داله فالشخص ده آآ بيشوف انك انت شخص اللي بتقدر تحتويه وانت شخص اللي حنين عليه او او بتسمعه كويس آآ فانت في حياته بتحقق له توازن بتحقق له سعادة آآ بيحس بامان بطمأنينة آآ احساس وجود الامي كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش آآ معلق بشيء معين آآ كمان عنده في مشاعره فدي مشاعر حبه قوية جدا وانجذاب ليك آآ بشكل كبير يا بور جدا آآ سواء على المستوى العاطفي او الجسد دي كمان آآ ده بالنسبة لمشاعره تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة آآ شايفه في تفكيره او افكاره آآ تجاهك فيه انجذاب قوي ليك جدا آآ الشخص ده ممكن يكون آآ احيانا بيبقى متعصب متهور آآ ممكن آآ العلاقة فيها كتير يعني آآ بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده آآ ممكن يكون شخص آآ شوية متهور في تصرفاته ممكن تكون طاقته نارية حتى لو هو برج تاني آآ احنا قولنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة آآ شيء تاني يعني ممكن انا اكون برج ناري وطاقتي في الوقت الحالي مائية يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم طاقتي مائية رغم ان انا برج ناري مسلا فهي دي الطاقة وهو ده البرج لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج فهو طاقته آآ نارية آآ او افكاره آآ شخص ده قلبه موجوع قوي حاسس بوايا هو حاس ان هو جعلك قلبك او انتم في بينكم مشاكل متكررة او في حاجة تخص طرف تلت طرف تلت اهل آآ طرف تلت افكار افكار مش كويسة آآ او طرف تلت يكون شريك عاطفي فعلا كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده او آآ يكون انتم حصل بينكم مشاكل كذا مرة هي هي يعني مش مشاكل متكررة مختلفة لأ نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة كل مرة مش بيتغير فهو ممكن حس ان هو وجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده كذا مرة او العكس هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها قزمره آآ بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو اللي حاسس او لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك فهو بيبحث في كل الاحوال آآ طاقة فيها بحث ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني آآ ممكن يكون شخص تفكيره ناضج آآ في الوقت الحالي آآ ممكن يكون آآ آآ منعزل لو انت بتشك في علاقة ثلاثية في الشخص ده ما عندوش آآ في الوقت الحالي هو الوحده انا شايفاه هو الوحده حتى لو هو في علاقة فهو الوحده في الوقت الحالي آآ محتاج ان هو يفكر ان هو يبحث عن حلول ان هو يبحث عن توازن ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه او المساوية في والعطى بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث فيها بحث كمان بسبب آآ زي ما قلت آآ ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي. او ان هو آآ بسبب العلاقة فيها كتير. وعدم توازن ومشاكل وكده. فشخص ده بيبحث في وقته الحالي طاقته بحث عن حلول. آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة. آآ آآ زي ما قلت الشخص ده في نويات محتاج ان هو يتشافى آآ يعمل شفاء من قلام كتير قوي. يعني هو عنده التنفسورد. التنفسورد دي هي ممكن انتهاء لمرحلة القلم. هو كارت سلبي مقلم جدا لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير قوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده آآ لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان ما فيش بعد كده قلم او ما فيش بعد كده آآ حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة القلم الكبيرة الفضيع اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم لها ونايم كده. او ان الشخص ده آآ خلاص آآ كل السيوف كده اخدها. آآ فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وديد. فانا شايف الشخص ده فعلا آآ بيدور على شفاء على توازن على آآ يعني عدالة في الاخذ وفي العطى. آآ فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ان هو يستشفي من وضع زي ده. آآ بيفكر فيك جدا بشكل كبير. آآ شايف انك انت فرصة آآ شايفك كمان الشخص ده آآ غير مشاعر الحب في مشاعر تأذير. شخص ده بيقدرك. يعني انت بالنسبة له آآ آآ مش يعني شيء قيم مش معناها ان انت شيء. آآ هو طبعا كلنا شيء. يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. آآ كمان هو شايف انك انت شخص آآ يعني اساسي في حياته. او انت شخص زو قيمة في حياته. آآ في نوايا آآ في اسرار. ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء. حس انك بتخبي عليه حاجة او حاسس انك آآ آآ شخص غامض وهو مش قادر آآ يعرف حقيقة آآ مشاعر تجاهه. آآ آآ بيرقبك الشخص ده في نوايا. في نوايا الشفاء. الشخص ده محتاج يتخلص من اشياء سلبية كتير في حياته. وآآ وكمان آآ محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاه لك. في الفترة اللي جاية. ممكن تلاقيه بيتجاه لك آآ آآ او آآ تلاقيه ان هو بآآ شخص غامض. آآ هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية آآ في الوقت الحالي. آآ لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الاول. او هو يزبط اموره الاول. وبعد كده آآ يبتدي يتعامل معيك. او يبتدي يتكلم معيك. آآ ده اللي موجود في نوايا. او الشخص ده في نوايا ان هو هيعمل كده في الاول. وممكن اسناء هو بيعمل كده انت تحس بيتجاهل آآ من ناحيته. آآ لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معيك وهيكون فيه بينكو آآ آآ يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. آآ خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة آآ متمسك بيك الشخص ده. آآ وبيه رقبك. في مراقبة منه ليك او انت بترقبه آآ لكن فيه تراقب. هو بيرقبك بهدف آآ آآ الفضول. او بهدف انه هو يشوف منك يشوف منك حاجة. او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو آآ بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لا. آآ هي دي طريقة المراقبة اللي انا شايفها منه ليك في الوقت الحالي يعني. آآ بيرقبك كده في في السر آآ للبعض. للبعض ممكن آآ الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجعلك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ الاشخاص. آآ لمساعدته. آآ ممكن الشخص ده مكسوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك آآ آآ يعني آآ او ضوء اخضر كده ان انت آآ ان انت مستعد لان هو يرجعلك تاني آآ دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب به. آآ لكن في كل الاحوال شايفة متمسك بيك. آآ شايفة بيبص عليك. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان فيه بينكو عائق ديني. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. لبعضكم طبعا. آآ ففي الخطوات القادمة الشخص ده يبقى بيبص عليك وبيرقبك. في الفترة اللي احنا تكلمنا عنها دي وممكن يكون آآ يتخفى في آآ او يعمل فيك مسلا او يتخفى في اي حاجة او كده ويرقبك او يسأل اشخاص عنك. آآ فانت هتكون شغله الشاغل في الفترة دي. آآ فان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده والبعضكم زي ما قلت الشخص ده متلسك بيك ومع كده هو شايف ان فيه شيء بيمنع. ممكن يكون انت متزوج هو متزوج آآ فيه عائق فيه حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. آآ فيه مشكلة في العلاقة دي هو الشخص ده شايفة. آآ ده من ناحية خطواته. طيب اقول لكم اجابات الملايكة قبل ما نروح للقاوت كم او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لان آآ ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي طاقات متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملايكة بتقول لك آآ في الاسابيع القليلة القادمة. آآ لو انت بتسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لأ. آآ آآ ممكن تكون بتشك ان شخص ده عنده طرف تالت او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بالنسبالك. ما تكونش حاجة وحشة بالنسبالك. آآ كمان بيقول لك آآ آآ في طريقة تاني افضل او في حاجة تاني افضل. آآ فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي. فيه افضل منه. في حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده آآ مش مناسب بالنسبالك او شخص متعب بالنسبالك او مش هتقدر تكمل. ففيه افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففيه طريقة اكتر من افضل من دي. تقدر تدير بيها العلاقة سواء انت او الطرف التاني. الرومانس انجل بيقول لك آآ آآ فيه شخص راجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه عنه ده. آآ بيقول لك كمان سول ميد ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقم روحك. آآ فيه كمان بيقول لك ان آآ آآ فيه عندك مشاكل من الطفولة او عندك مشاكل في الاهل. بص اقول لك على حاجة يا بورج ده الكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كان فيه انفصال احد الابوين او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العطسية في الوقت الحيلي. دي حاجة. الحاجة التانية آآ ممكن تكون انت فيه خلاس مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة. الاب والام والاخوات او او كده. في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك آآ تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فكل حد يشوف آآ في ايه او فيه مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العاطفية بتأثر على آآ اطفالك. لو انت عندك اطفال. آآ فخلي فانت خلي بالك من ده. آآ فانت حاول انك تتطمن انك تشيل شكوك الزنون آآ او هام. آآ الشخص ده بيقول لك انه هو سلميت آآ في عودة شخص من الماضي. الشخص ده هو حبيبك. فعلا هو توأم روحك. آآ لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفسيتك انت. آآ طيب. آآ بالنسبة لللي بيسأل عن الشغل. في برج آآ وطبعا اللي مستني الاستنوني. خدنا كروت سريعة للعمل والمال واستحها. آآ لان كتير قالوا يتكلمي عنهم. آآ العمل في عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسمه ييجي في حاجة. او مستني آآ صفر او مستني باسة هجرة حاجة كده. فده جايلك ان شاء الله وانت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم مرأة او كده. فعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. آآ كمان بي آآ انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك. آآ لان انت آآ يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. آآ كمان لو انت مستني صفر او عمل او كده جهز كل حاجة. يعني ما تخليش في اي حاجة نقصة. آآ بحيث ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. يعني الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. آآ فجهز كل ورقك خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي. بحيث ان لو جات في اي وقت مضعش من ايدك. لان زي ما قلت هي جاي لك في صورة فرصة. لو انت في الشغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى سيتك آآ واصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا لان انت هتكون آآ آآ واخد طاقة المجيشن. يعني بتعمل آآ كزا حاجة. هتبقى مشهورة عند آآ رؤسائك. انك شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده. يعني كل ده يخص العمل فانت عندك الناحية العملية. في كل الاحوال انا شايفها آآ جيدة جدا. الصحة آآ شايفة في الصحة آآ في استقرار. يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يسافر لعمليات تجنيد او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للاحسن. آآ ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجملية. ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم هتحسن من جسمك. لبعضكم ممكن محتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بسبب آآ تخن او حاجة. فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لدايت او لتخسيس بايا كان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي آآ شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى آآ في آآ طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدل. آآ الاموال انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك ممكن من الاهل او آآ في حاجة هتجيلك في البيت وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع او آآ في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة آآ كبيرة ففي حاجة هتجيلك سواء قرد او آآ او منحة او حاجة زي كده انك تعمل بيها حاجة آآ آآ تخص كده مشروع بيت حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني آآ فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي آآ بالنسبة للعايزبين من برج الدلو. العايزبين من برج دلو انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي آآ متقلم تعبان نفسيا مش بتنام آآ عندك قرق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي او تحدد الشخص دايز ايه ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير لكن انت بص على شخص ومعين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي وده تعبك قوي او بتفكر فيه بشكل كبير الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مش يوسيبك آآ من غير سبب او من غير ما يقول لك يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قالكش عليه آآ شخص دا لو هو مش يوسيبك فهو رجع تاني آآ لكن الشخص دا عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة آآ آآ وعاوز يحقق رضا عايز يعمل حالة من الرضا يعني الايتوف كابس آآ دا وضع كويس لكن هو وضع آآ فيه حاجة نقصة يعني الشخص يعني عايز كأنه عايز يوصل للنينوف كابس او للتينوف كابس للسعادة الكاملة آآ فهو الشخص دا رحل آآ بسبب انه مفيش آآ سعادة كاملة في العلاقة دي او شيء معين مفتقده في العلاقة دي كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه ويحسن وضع آآ يعمل حاجة هو رايح يعمل حاجة وجاية تاني هو البعد دا مش تهيء انت تعبان جدا طاقتك سلبية قوي بورج الدلو بالنسبة للعزبين وحيرة وقلق وتفكير وصهر وكده يعني آآ طاقتك دي كمان ممكن تأثر على الشخص التاني وتأثر على العلاقة آآ انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص دا بعد عنك وراحل علاقة تالتة وهو مبسوط وشايف نفسه وكده انت بتوقع تقول لنفسك حاجات آآ ممكن تكون غلط يعني ممكن تكون انت بتتوهمها في الوقت الحالي آآ بيقولك اسأل آآ يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك آآ ممكن تسأل شخص يكون مختص في الحالات دي او حالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية تسأل شخص مختص يساعدك او صديق او حد من العائلة او كده يعني اطلب المساعدة من حد اسأل حد ان هو يساعدك آآ لان انت حالتك صعبة جدا فدي اجابة الملائكة ليك بالنسبة للحالة بتاعتك واو انت عندك آآ عندك كارتين يخصوا لاطفال ممكن عندك اطفال في علاقة فيها اطفال بيأثروا على وضعك العاطفي او انت في عندك مشاكل تاني تلعلك مشاكل من الطفولة آآ يا برج الدلو انت انت حقيقي آآ محتاج مساعدة من حد مختص في علوم الطاقة في البراسايكولوجي آآ محتاج حد متخصص ان هو يساعدك انت تحكي يعني انك تحكي له مشاكلك ايه من الطفولة او وضعك ايه او اللي بيضايقك لانه انت محتاج حد يتعمك جوه زيتك او جوه نفسك بحيث انه يخرجك من الطاقة اللي انت فيها واللي بتأثر على علاقاتك العاطفية بانك انت تشك في الشخص اللي قدامك او يكون عندك مشاكل آآ بتأثر عليك آآ كمان في في بيقولك ممكن للبعض يكون في اطفال آآ بتمنع آآ يعني العلاقة دي انت عندك اطفال او هو عنده اطفال او في اطفال ما بينكو والاطفال وانتو منفصلين والاطفال دول بيأثروا عليك بالسلب آآ يعني انت حسن انك زلمتهم او حسن ان الطرف التاني زلمهم آآ او انت عندك مشاكل من الطفولة يعني مستطفى ابدا ان كل كروت الاطفال دي تطلع في القراءة كده يعني بالشكل ده آآ وبتطلع عندك انت آآ كمان بيقولك ان ده حب حقيقي وانه آآ حبك الحقيقي ده محتاج منك انك آآ تسبزل مجهود علشان آآ يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجيها عشان تبقوا مع بعض يعني او عشان العلاقة دي تنجح او عشان العلاقة دي تستمر فانت ما تستسلمش للطاقة السلبية او لاوهام او لكلام اشخاص ممكن يكون لبعضكم في حد بيقولك حاجة آآ كلام غلط او حد بيقوله كلام غلط المهم في حاجة انت ما تستسلمش ليها آآ ويبذل مجهود بحيس انك تنجح العلاقة دي العلاقة دي فيها آآ فيها خير وفيها حب من الطرف التاني آآ لكن فيها مشكلة فانتو حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي او تحلوها بشكل حقيقي لو انت خرجت من الطاقة السلب بص على مشكلتك من فوق لو انت مش قادر تلجأ لشخص متخصد في الوقت الحالي فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك ازاي بانك تخرج برا المشكلة مش انت اللي موجود فيها خالص واعتبر ان في حد بيحكيها لك وبص على المشكلة آآ من فوق آآ بحيس انك تقدر تشوف كل الجوانب تشوف وضعك انت فين ووضع الطرف التاني فين والاطفال دول وضعهم ايه او مشاكلك اللي من الطفولة دي وضعها ايه هتقدر تحل بالشكل ده آآ طاقة الشخص التاني فيها بحث وفيها حلول وفيها آآ بحث عن حلول طاقتك انت فيها استسلام فيها آآ يعني صعب شوية فحاول تخرج من الطاقة دي يا بور جدا وقلبي معيك وطبعا العود كان بتاع العلاقة او آآ او اللي جاي في العلاقة ايه آآ اول كانت ينزل وده اللي مهم جدا يعني عودة ومصالحة وحنين واشتياء بالذات لو انتو علاقة قديمة او انتو بفيه بينكم اطفال او انتو علاقة مع بعض بقالكو فترة يعني بقالكو اكتر من سنة كده ففي عودة ومصالحة ومصارحة وهدية كمان واعتذار في حاجات كتير قوي في حنين واشتياء جيت اعمل للكارت او توضيح للكارت فنزل تاني يعني للمرة التانية في حنين اشتياء في عودة 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 بازن الله الشخص ده بيفكر فيك بشكل مستمر بيفكر في الطريقة اللي هو ميشي بيها او اللي انت مشيت بيها متعلق بيك الشخص ده ممكن للبعض كان فيه فيه ظروف مادية آآ خليته ان هو يبعد عشان يحسن وضع المادي او او يعمل حاجة آآ لكن الشخص ده راجع لك تاني آآ ممكن متقلم بسبب انك انت بعدت عنه او هو بعد عنك آآ بيبص عليك بيرقبك ممكن يكون عنده صور ليك بيبص عليها بيبص على حساباتك بيبص بيفتكر ذكريات ما بين كل ان السكسو في قبس ده برضو آآ كارت الحنين والذكريات وكده فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا 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 يعني القبس عنده كتير قوي فمصير العلاقة آآ حلو قوي في عودة في عودة بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقوم كل المشاعر اللي بتكتاحه او بتكتاح مشاعره في الوقت الحالي مش هيقدر يقومها عنده مشاعر ليه قوية جدا ومفتقدك وفي البعد عنك حتى لو هو اللي بعد فهو حاسس بيتمو حاسس بحزن وحاسس ان هو حد يعني ملوش حد ملوش حد غيرك فانا شايفة مشاعر قوية ومشاعر فيها حاسيس وحب وحنين وكده فحاولوا يا برج الدانو انكم اه الفيديو طول بتاعكم جدا يا رب اعرف احمله حاولوا تتخلصوا من طاقة سلبية وتخص التفولة تخص مشاعركم انتم مش طاقة سلبية خارجية على فكرة طاقة سلبية بداخلكوا انتم يا برج الدانو حاولوا تعملوا شفاء تعملوا هناك حاولوا تغيروا مكان حاولوا تعودوا مع ناس تتكلموا مش تتكلموا عن اسراركم او كده اه تتكلموا وتفتفضوا او وتتكلموا في اي مواضيع تانية حاولوا تخرج من طاقة سلبية. اه الفيديو انتهى وبشكركم المتابعة برج الدانو.